وثائق جديدة حصلت عليها قناة بلقيس تكشف عن تأجير رصيف المجدحة لمدة سبع سنوات في ميناء بئر علي لشركة مقاولات باخرخور لاستخدامه كمرسة ومنفذ بحري لتفريغ المشتقات النفطية الوثيقة تدين الوكيل السابق لمحافظة شبوى علي بن راشد الحارثي الذي يتقلد منصب المحافظ في الوقت الحالي غير ان هذا وحده لا يكفي فاللافت في الامر هو الاتهامات السابقة عن تحول الميناء الى محطة لتهريب المشتقات النفطية للانقلابيين حيث نشر موقع العرب الجديد تصريحا في وقت سابق لمسؤول تنفيذي بمحافظة شبوى عن تواطئ ضباط ومسؤولين في المحافظة المحررة مع مهربين على تجهيز ميناء بئر علي ليكون صالحا لاستقبال السفن المحملة بالنفط الميناء يستقبل الوقود بصورة يومية ليتم تفريغه لقاطرات تمر عبر مناطق سيطرة الجيش والمقاومة الى مناطق سيطرة الحوثيين وتصل الى صنعاه بحسب المصدر ذاته الذي اعترف ان السلطة المحلية عاجزة عن القيام بدورها في ايقاف هذه العملية وانها تفتقر الى الامكانات اللازمة لبسط سلطة الدولة وايقاف التهريب يقول ناشطون ان عشرات القواطر وسيارات النقل تشاهد يوميا وهي تنقل الاسلحة والمواد النفطية لاستخدامها في المجهود العسكري للحوثيين الميناء اصبح ملجأ لمهربي المحروقات والممنوعات وتنشط فيه حركة البواخر بشكل منفت تضاهي فيها حركة الموانئ الرئيسية في البلد بحسب ما يراه كثيرون وهو خبر تؤكده بصورة او باخرى جهات رسمية في الدولة والتحالف عن استمرار تدفق الاسلحة والوقود لمليشيا الحوثي عبر موانئ في محافظة شبوه الاتهام الذي طال المحافظة المعينة حديثا في اتفاقه مع شركة باخرخور موثلة بمديرها عيسى محمد باخرخور كونه منحها صفة قانونية في السيطرة على موقع المجدحة واستخدامه كمرسة ومنفذ بحري لتفريغ المشتقات النفطية وذلك بعيدا عن الاجراءات المفترضة التي يجب ان تتم عن طريق الوزارات الحكومية المسؤولة وبمناقصات رسمية فهل ستتحرك الجهات المسؤولة في قيادة الدولة والتحالف لاغلاق ملف التهريب خصوصا مع تحرير المحافظة ام ان هذا الملف له ما بعده